إياك أن تتعامل مع السلف بوسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أو الإنستجرام وطبعا هالموضوع من المواضيع المهمة والخطرة وطبعا أحد الأصدقاء يروي أنه هو محتاج مبلغ من المال وشاف إعلان على الفيسبوك أنه هناك سلفة وطبعا اتصل على الرقم المرفق مع الإعلان طبعا صاحب السلفة طلب من عنده بعض البيانات حتى يرويج له المعاملة وطلب من عنده على الواتساب يصور المعلومات اللي هي طبعا معلومات البطاقة بالكامل بعدما أرسل رقم البطاقة بلغه أنه رح يوصل لك رقم سري على الموبايل حاول تطين هذا الرقم سري حتى تتنكد عملية التسجيل طبعا أرسل الكود اللي وصله على الموبايل وبالتالي تم سحب المبلغ بالكامل وبالتالي أصبحت الماستر متاحة بالكامل للهكر وطبعا عندما يأتي موعد استلام الراتب يتفاجأ هذا الشخص أنه رصيدة هو صفر دينار أي أنه تم سحب الراتب بالكامل من الماستر فلابد أن نكون حاضرين في موضوع البطاقات المصرفية وأن نتعامل ويالموضوع بجدية أكبر لأن بدأ الهاكر يستغلها الجانب ويتم سرقة مبالغ كبيرة